من جانبه جدد منذوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام والوصول إلى حل سياسي للصراع وفقا للمرجعية المتفق عليها وكذا السعدي دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى انهاء الصراع والتحقيق السلام في اليمن لا سيما جهود سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الهادفة إلى الإسهام في التمهيد للحل السياسي ومعالجة الأزمة اليمنية كما جدد السعدي دعوة الحكومة للمجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد وأكد في بيانه أن الدعم المطلوب ليس فقط بالمساعدة الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة ولكن باستثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية للحد من آثار المتغيرات المناخية والتي خلفت مئات الضحايا وأشردت آلافا آخرين في غضون الشهرين الماضيين موسيقى